السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع الحلقة الاولى مع الاخت نوه السيد المسيحية السابقة التي اشرف بوجودي معها اليوم ازاك اخت نوه عمل ايه تمام الحمد لله ربنا يباري فيك اخا كل سلام طيبة ورمضان كريم عليكم وحضرتك طيب وخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية طبعا بهني الاخوة والاخوات المتابعين في القناة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا بالخير واليوم والبركاته الاخت نوه طبعا يعني مشهورة اشهر من نار على العالم مسيحية سابقة اسلامي بقى اربع سنوات وهي ما شاء الله يعني سنة بعد سنة بتطور من نفسها وبتطور من معرفتها سواء بالاسلام او المسيحية والاخت نوه دي اول ما اسلامت قاله خطفوها وطرعوا في التلفزيون وقالوا مش عارف ايه وسبوها وهي طلعت بفيديو بيّنت موقفها انها امنة بالاسلام عن اقتناع بل وعملت قناة طبعا ادعوكم كلكم الاشتراك في القناة بتاعت اقتنوها نحط الرابط في الوصف ان شاء الله احنا حاول نعمل حلقات مختصرة وسريعة في رمضان فيها سؤال وجواب عن اهم النقاط التي تدار داخل البيت المسيحي بيت المسيحي يا جماعة بيقولوا كلام عن الاسلام ممكن ما بيقولوش قدامك عشان بيراعوا مشاعرك او شيء ولكن احنا الان عنا ندخل جوه البيوت المسيحية ونحاول ان نناقش ما يقولنه هل يقولون عن الاسلام حاجات حلوة ولا حاجات وحشة بمتال انصاف معنا الاخت نوها مسيحية سابقة وهي حتنقل لنا ما يقال او ما كانت تسمعه حينما كانت نصرانية مسيحية فضر يا اخت نوها نشوفي حاجة على السؤالي حاجة في الاول بعد كده ايه نشوف اول حاجة كانت بتقال او دائما تقال في البيت المسيحي اه طبعا في البداية طبعا استمعنا واحنا مسيحيين نشوفها كتير عن الاسلام اه مثلا شوفة مصدر القرآن مثلا اه الشوفة دي فعنا كنا بنسمعها كتير اه كسرت الاقاول فيها يعني مرة كانوا يقولوا القرآن ده وحي من الجن او سيدة محمد كان بيسمع القرآن بالليل من جن وبيصحى الصوت يكتبوا ومرة تاني لما اكبرنا قالوا لا ده منقول من مقتبز من الشعر الجاهلي اه مرة تاني يقولوا لا لا ده هو بينقول من الانجيل فهذا الاقاول كسرت يعني وتضربت حتى مستحيل ان القرآن يكون بيجمع بين كل الحاجات دي يعني هو كلام جن ولا هو مقتبس من الانجيل ما انت لو هتقول مقتبس من الانجيل يبقى الانجيل كمان كلام جن بس علشان كده ده اتضرب الكلام ده اوه وعدم منطقيته ومش ممكن ان هو يحصل ده خلاني ان يكون عندي دافع ان انا ارحس ودوره شوف ايه القرآن ده وايه مصدره علشان كده ابتدأت في رحلة البحث علشان اعرف الحياة فين يعني وانتو كان يقال لكم ان القرآن الكريم كان له مصادر منها الشعر ومنها الجن ومنها الشيطان ومنها ومنها طيب احنا النهاردة مثلا هنناقش حاجة من الحاجات دي وليكن هل فعلا مثلا القرآن الكريم مصدره الشيطان هل الشيطان هو الاوحى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يعني انا عايز اقول ان ده سؤال في حد ذاته يعني سؤال يهدم نفسه بنفسه ازاي هيكون يعني خلينا نتكلم بعقلانية خالص ازاي هيكون الشيطان هو اللي يحب القرآن وان غالبا القرآن كله بيزم في الشيطان يعني القرآن كله دائما يزم في الشيطان احنا غالبا لما قبل من نقرأ القرآن الكريم بنقول ايه اول كلمة من قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحيح يعني هل القرآن يقول ايه فاتعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني ازاي الشيطان هيؤمرنا ان احنا يعني نتخذ الشيطان عدو ومش كده وبس دي احنا لو يعني انا حقيب لحديك بعض الايات القرآنية اللي بتتكلم فيه عن الشيطان تعالي نشوف ماذا قال بقى المفروض ماذا قال الشيطان عن الشيطان جوه القرآن الكريم لو مش انا جدلا عما يقولون لو فتحنا القرآن الكريم مثلا الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان هل الشيطان بيقول ما تتبعش خطوات الشيطان الشيطان ايه اللي بيحذر من الشيطان ربنا عز وجل بيقول في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بيقول لنا بمنتهى الوضوح الشيطان ده وحش الشيطان بيوعدكم بالفقر الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن يكون الشيطان له قرينة فساء قرينة فساء قرينة يقول الشيطان قرين له فده يعني زي صديق السوء فساء قرينة الله عز وجل لما عارفين من يفتح القرآن الكريم الله عز وجل يحذرنا من الزنا الله عز وجل يقول وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَةٰ إِنْهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلَةً هل الشيطان حيقول لنا ابعدوا عن الزِّنَةً يعني ده شطان ابن حلال بقى الله عز وجل يقول في القرآن الكريم يأمرنا بالصلاة وَاقِيمُوا الصلاة وَآتُوا الزَّكَاءَ وَارْقَعُوا مع الرَّاقِعِينَ هل الشيطان حيقول لها أقيموا الصلاة لله وآتوا الزكاة واركعوا لله الشيطان إيه اللي هيقول الكلام ده الله عز وجل بيأمرنا في القرآن بعبادة الله قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين هل الشيطان هقول لنا كن من الساجدين هنسجد الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين هل الشيطان هيقول اعبد ربنا حتى يأتيك اليقين لكن هو مقصد بالموت يعني إذن القرآن الكريم أنا بواجه كلامي للمسيح العالم القرآن الكريم لو فتحت كله كله زم للشيطان وأمر للمؤمنين أن نتخذ الشيطان عدوا لنا أنا الآن هضيف شيء بقى تاني من الكتاب المقدس نضبط به أن الذي في القرآن ليس من الشيطان قطعا من الإنجيل هنا عندنا أخت نوها حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعن الشيطان يلعنه يقول إن عدو الله إبليس النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصراحة يعلن لنا من هو عدو الله قال إبليس هل الشيطان حيوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن للبشرية كلها بأن عدو الله هو إبليس يعني كلام غير منطقي جدا يعني في حدثة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الشياطين من الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الشياطين ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص اسمه عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي العاص ده شخص من الصحابة يقول لك لما استعملني رسول صلى الله عليه وسلم على الطائف يعني خلا والي على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي كان الرجل بيصلي بس ليه حاجة بيجيله حتى لا يدري هو بيقول ايه فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أبي العاص قال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أقول قال ذاك الشيطان ذاك الشيطان ادنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي قال فضرب صدري بيديه وتفل في فمي وقال اخرج عضو الله ففعل ذلك ثلاث مرات يعني ايه الكلام دو يعني هذا الشخص هذا الشخص الذي كان يعرض عليه شيء في الصلاة رحل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دا الشيطان ورح نبي صلى الله عليه وسلم قال له اخرج ويعني ضرب على صدر هذا الرجل والشيطان ايه خرج وشوف يا هذا الصحابي اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الشيطان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الشيطان بفعل شيطان هل ينفع يكون شيطان ولو احنا افترضنا بكلامه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوح له شيطان هل الشيطان ينفع يخرج شيطان الشيطان ينقسم على الشيطان الكلام دوت كلام غير منطقي بنص الكتاب المقدس فيه قصة في الكتاب المقدس ده انجيل موركس ثلاثة يقول على شخص اسمه بعزابول اسمه بعزابول ما عيش هم يقولها غلط بقى سيئة بقول لك واما الكتب الذي نزل من ارشالين فقالوا ان معه بعزابول مين بعزابول دوت وانه رئيس الشياطين يخرج الشياطين وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين اتهموا المسيح عليه السلام بانه برئيس الشياطين بيخرج الشياطين ده الناس اللي كانوا مع المسيح قالوا انه هو مع المسيح عليه السلام ده في كيل انجيل معاه رئيس الشياطين وانه برئيس الشياطين بيخرج الشياطين ده ادعاء على المسيح فدعاهم وقال لهم المسيح المسيح يقول لهم قاعدة رهيبة جدا هنحفظها كلنا وقال لهم بأمثال كيف يقدر الشيطان أن يخرج شيطانا بيستعجب اللهم إزاي يا أزكية شيطان يخرج شيطان وإن انقسمت مملكة على ذاتها فلا تقدر تلك المملكة أن تثبت يعني لو مملكة الشياطين انقسمت على نفسها مش هتثبت يبقى ما ينفعش الشيطان يخرج شيطان والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج الشياطين ما ينفعش اللي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان شيطانا ده بنص الكتاب المقدس لأن بكلام المسيح الشيطان لا يخرج شيطان ده بكلام المسيح نفسه لأن مملكة الشياطين مش هتنقسم على نفسها كيف الشيطان يأمر الناس بأنهم يتخذوا الشيطان عدو ما هو نص الكتاب المقدس بيقولك أن المملكة لا تنقسم مملكة الشياطين مش هتنقسم ما فيه الشيطان حيخرج شيطان ما فيه الشيطان حيأمرنا بالصلاة لأنه ينقسم على باقي الشياطين التي تأمر بالصلاة أو بتنع عن الصلاة فمملكة الشياطين لا تنقسم على نفسها لذلك أنا أقول لكل مسيحي لو كنت تؤمن بكتابك المقدس لعلمت أنه كيف يقدر الشيطان أن يخرج شيطانا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يخرج الشياطين إذن الذي كان مع النبي ليس شيطانا وبدليل من الكتاب المقدس طب التفسير قالت يعني الكلام ده تشوف بقى كلام هنا إيه المفسر أنتونيوس فكري يقول كان رد المسيح أن الشيطان لا ينقسم على نفسه على نفسه وإلا خربة مملكته الشيطان مش هنقسم على نفسه الشيطان مش هيأمرنا بالصلاة الشيطان مش هيأمرنا بالزكاة الشيطان مش هنهانا عن الزنا أن مملكة الشيطان مش هتنقسم وإذن تدرس يعقوب مراتي يقول وصف اللي يقوله إن اللي كان إن شيطان حينقرب على شيطان أو شيطان يسيب بشيطان يقول هذا من غباوة تفكيرهم وقال كده غباوة تفكيرهم بقول كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطان ونحن نقول للمسيحين كيف النبي صلى الله عليه وسلم بشيطان كان يخرجه شيطاناً إذن الشبهة بحد ذاتها يوختنوها مردود عليها حتى من داخل الكتاب المقدس إزاي؟ اختصر الكلام ده كله بالشيطان كيف يؤمر بالصلاة كيف يؤمر بالزكاة كيف ينهان عن الزنا كيف يؤمر بالصدقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الشيطان ومعلوم حسب الكتاب المقدس أن الشيطان لا ينقسم على الشيطان لأن المملة مش هتنقسم وده من كلام المسيح نفسه أتمنى تكون المعلومة وصلت والله بعد ردك ده المفروض الشبهة دي تكون تنسفت يعني ما ينفعش وبكلام المسيح وحضرتك جبت يعني أدلة من الإنجيل عندهم ومن كلام المسيح نفسه تمام أنا عايز أقالك سؤال بقى قبل ما نختم بقى ونقفل مع بعض بعد مرور أربع سنوات على إسلامك حس بإيه من ناحية ربنا هل في قربة هل فيه هل فيه وصفنا بمنطقة السطة طبعا طبعا إحساسي مختلف تماما عن أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة غير رابع سنة يعني أنا كل ما اللي بقرب لربنا أكتر بعرف أن أنا الخطوة اللي عملتها من ناحية أن أنا أشهرت إسلامي دي خطوة كانت صح وكان المفروض أن هي كانت تيجي من زمان وسيتأخرت وكل شيء بإرادة ربنا يعني ويعني أدركت تماما أن أنا كنت في ضلال والحمد لله ربنا أبصر عيني للصح الحمد لله الحمد لله إن شاء الله نلتقي في سؤال تاني وإنت حضرنا سؤال من الأسئلة اللي بتقال داخل البيت المسيحي وإن شاء الله غدا أو فاقرة فرصة نجاوب عليه أشكرت جدا أنا أخت نوها وبالمناسبة إحنا معانا صديقة مسيحية هي مازالة مسيحية حتى الآن عرضت عليها الفكرة دي يعني وقال وسبحان الله هي نفسها قالت أنا مش مقتنعة إن الشيطان هو اللي أوحى بهذا القرآن تخيالي هي أي ويغم من ذلك هي مسيحية حتى الآن قالت كده وأنت طبعا عرفة الأستاذ المسيحية دي يعني هي أكيد توصلت معاك يعني كلمتها فطبعا يا شباب إحنا ندعو لها بالهداية وأكيد يعني تقرأ التعليقات تحت ادعو لها أن ربنا عز وجل يهديها هي أصلت إن شاء الله الإسلام قريبا وأسمعكم ماذا الرد المسيحية في التسجيل هنسمعه مع بعض بعد الحلقة أشكركم جدا وأترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أنا في الوسط المسيحي عندي سواء من البيت يعني أو في الكنيسة أو حتى في أي مكان عمتا أنا عمري ما سمعت إن حد بيقول كده أنا عمري ما سمعت إن حد بيقول إن الكرآن ده كلام الشيطان وكلام ده كله بس حتى يعني نفترض إن ده بجد أو إن حد بيقول كده فعلا يعني أنا كمسيحية هعود مع نفسي أنا كمسيحية هعود أفكر مع نفسي ليه الكلام ده بيتقل أو إزاي إن أنا حتى أصدقه هلاقي إن الكلام ده مش مزبوط أصلا يعني حتى وانا طفلة ده أنا كنت بسمع كلام كتير حلوة أوي يعني القرآن يعني زي لا تكرهوا الصلاة وأنتم سكارة وده بيبين إن الخمر حرام أصلا زي إن معروف يعني إن البعض عن ربنا أو البعض عن الصلاة إن ده شيء مقروه أو إن ده شيء حرام فده استنتجنا من ده إن الخمر حرام ما هو يختار الحرام يختار ربنا يعني وبعدين في القرآن شعور جميل جدا بالطمقنينة والرحة النفسية زي إن لما يونان النبي أسفع يعني في الإسلام تقريبا يونس لما عرف إن هو غلطان إن نسمعش كلام ربنا دعا ربنا وهو وصبطنا الحوت وهو في الديقة بتاعته وهو في شدته وربنا رد عليه في ساعتها في القرآن آية مكتوبة فاستجمنا له ونجيناه من الغم وأكيد فيه كتير قوي يعني من الكلام ده يعني أنا حتى كنت بسمع وانا مخنوقة أو متضايقة مثلا كان بتيجي صدفة إن أنا بسمع أو بشوف بوست أو فيديو على اللي هو قولي عبادي الذين أمنوا ولتقنطوا من رحمة الله اعذروني يعني لو أنا ما كنت حافظة هو بس مش عارفة الآية مضبوطة ولا لا بس هي تقريبا كده أنا فاكرة بس الكلام اللي أنا كنت بشوفه فاكرة بعض من الكلام يعني وكمان فيه آية برضو كنت شايفاها وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيبه دعوة الداعي إذا دعيني فأكيد يعني مش السيطان اللي هيقول الكلام ده كله وأكيد السيطان مش هيقول صلولي أستجيب لكم والكلام ده كله بعدين بصراحة يعني بصراحة هو العقل والمنطق مش مستوعب ده يعني أنا كعقلي كواحدة مسيحية أنا مش مستوعب ده فأنا معرفش بصراحة اللي بيقوله ده بيبقوا مستندين على إيه يعني وأنا بقرأ في القرآن يعني كنت بشوف حاجات كتير وقريت حاجات كتير من كل اللي أنا قريته ما شفتش أي كلام خدش للحياء أصلا تالي أنا قريته أنا مش ملمة بالقرآن كله ومعرفش حاجات كتير فيه بس اللي أنا قريته ما شفتش كلام محسفي وأسفل الإطالة ما شفتشك لديء